السلام عليكم بخوتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير رجعنا لكم فيديو جديد الفيديو تعليم إن شاء الله خوتي رح نحاول ندير لكم مقارنة بين شركة AMD و شركة أنتل على بل بل كين سؤتفهم بين الفريق الأحمر والفريق الأزرق لكننا رح نحاول ننقش هذا الموضوع باحترام بيني وبين المتابعي والكل يتفق أنه أنتل لي الألعاب وريزن لي المونتاج لكن حناياً هنا رح نشوفوا هذا الأمر من منظور مختلف يعني رح نشوفوا أيهم أفضل منصة اللي رح تجمعنا الكل في واحد سواء من ناحية الألعاب أو المونتاج أو القابلية للتطوير في المستقبل لكن قبل البداية ما تساوش تدعمونا بضغط على زر الإعجاب وإذا كنت غير مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس حتى يصي لك كل ما هو جديد أولاً رح نبدأ بالمقولة اللي تقول أنه أنتل لي الألعاب وريزن لي المونتاج في رأيي الشخصي هذ المقولة تعتبر صحيحة وخاطئة في نفس الوقت اللي هنا رح تسألني تقولي علاج تعتبر صحيحة وخاطئة في نفس الوقت هي صحيحة لأنه فعلاً أنتل رح تتفوق في الألعاب وريزن رح يتفوق في المونتاج لكن أي شخص رح يسمح هذا المقولة رح يجي في باله بلي رايزن ما يصلح خلاص للألعاب وانتل موش رح يصلح خلاص للمونتاج وهذا الأمر خاطئ تماما لأن لو كان جاء ونشوفوا النسبة المئوية اللي رح تفوق فيها انتل على رايزن في الألعاب هي نسبة جد قليلة وتقدر بحوالي 7% أي من 5 إلى 10 فريمات فقط وريزن أيضا رح لقوه يتفوق في بعض الألعاب على انتل يعني اللي هنه رح نفهمه باللي رايزن أيضا جيد للألعاب ولا يقل على انتل وبالنسبة رايزن رح لقوه يتفوق في المونتاج على انتل بنسبة كبيرة نوعا موجه يقدر ب15% أي الضعف نظن أن النقطة هذه رح يمفهومة ولا نقاش فيها النقطة الثانية هي القابلية للشطوير في المستقبل نظن أن النقطة هذه كاملة على بنابل رح تتفوق فيها ام دي بدون منازع لأن جميع معالجات رايزن يدعموا نفس السوكيت من الجيل الأول إلى الجيل الرابع يعني لو كانت جي تطور بي سي تاك في المستقبل لن تضطر إلى تغيير الماثر بورد يعني كي جي تبدل معالج تاك من جيل إلى جيل وكي ستطر تغيير الماثر بورد لكن بالنسبة لانتل تطويري يعتبر مشكل كبير لأنه انتل تقريبا كل جيل أو جيلين تقوم بتصنيع السوكيت جديد وهذا هو السبب لي خلاها تفقد الكثير من المستخدمين لكن انتل تخطت هذا الأمر بفضل السوكيت الجديد الذي يدعم الجيل العاشر والجيل الحادي عاشر نظر انه التطوير هنا موليش مشكل كبير عند انتل مدام انه راح تستعمل السوكيت هذا لجيلين متتاليين ولهن انتل راح بدأت تتعلم من أخطائها السابقة تبدو انه شوفوا السوكيتات جديدة من انتل تدعم أربع أجيال أو ثلاث أجيال مثل منافستها لما امدي منصيحتي لكم إذا شريته تجميعها من انتل من الأفضل أن تختاروا معالج من الجيل العاشر لأنه اذا اخترتوا الجيل التاسع لن تستطيع التطوير للجيل العاشر حتى تغير المادر بورد ولهنه راح يكون الجيل الثلاث من رايزن أفضل ليك في هذا الحالة وبالحديث على الجيل العاشر كايديس اني يقولي هل فعلا أنه الجيل العاشر حاليا هو أفضل خيار هي فعلا انتل تفوقت على ام دي بي الجيل العاشر لكن ام دي ما زوجت على هذا الأمر وردت على أنتل بي إصدار معالجات محدثة من الجيل الثالث وهي معالجة 3000 XT ولكن عامدي قدرت نفس بها الجيل العاشر وأيضا تفوقت عليه كما راكم تشوفوا في البونشمارك من سينب بينش R20 نرح التفوق لمعالجات XT على الجيل العاشر من أنتل ومعالجات XT لم تتفوق في تعدد الأنوية فقط بل تفوقت في النواة الواحدة أيضا بما أنه عامدي قدرت تفوق على الجيل العاشر من أنتل بي معالجات محدثة فقط من الجيل الثالث فما بالك إذا تم إصدار الجيل الرابع في أواخر 2020 نظل أنه سيكون ضربة قضية لأنتل وضلك سؤال الحلقة يقول أسكن شريطة جميعا من أنتل ولا تجميعا من آمدي من الأخر طول إذا كنت راح تلعب الألعاب فقط يعني البي سي تاعك شريطة وبه تقسر به الألعاب وخلاص اللي هنا أفضل من الصليك هي أنتل وبدون منازع لكن إذا كنت حب تدير منتاج والألعاب والأمارات هذو كامل في نفس الوقت يعني راكم خلطها أفضل خيار لك هو آمدي ولا منصة آمدي وهذا الأمر أخويا واحد ما راح يغلطك فيه وهذه هي حلقة اللي كانت فقط توضيع لبعض الناس بها يقدروا يخيروا أفضل منصة لهم وما زالت كان حلقة واحدة أخرى راح نتكلموا فيها على المعالجات يعني راح نقارنوا معالج من أنتل ومعالج لنفسه من شركة آمدي ونشوفوا أيهم أفضل المهم أعطينا بعض الاقتراحات على المعالجات لركم حابين ديروا لهم مقارنة في الفيديو القادم وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوش دعمونا بضغط على زر الإعجاب وإذا كنت غير المشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة لتفيع الميزة الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة